صباح الخير عليك يا مصطفى صباح الخير عليك كل المشاهدين في كل مكان وسؤال حلقتنا النهاردة احكولنا عن علاقتكم بالحيوانات الأليفة وهل وجود حيوانات أليفة في البيت ممكن يعودكم وإحساسكم بالوحدة ولا لا؟ مصطفى علاقتك ايه بالحيوانات الأليفة؟ علاقتي عظيمة على مدار السنين عمري يعني أنا ربيت أكتر من الحيوان ربيت قطط وربيت كلاب بس الدرس المستفاد إنه هم فعلاً بيعلموا الواحد المسئولية بيخلوا فيه روح إيجابية جميلة جداً في البيت وكلنا بنفتكر قصة الحيوان الياباني اللي كان تساب في القطر وسب صديقه وقعد مستنيه في محطة القطر لأنه ما عادش من الحرب واليابانيين عملوا له تمثال في أحد محطات القطار هناك طبعاً الوفاء يعني سمع مهمة جداً من سمعات الحيوانات الأليفة ما أعتقدش إن فيه حاجة جميلة في الدنيا زيهم وخصوصاً حيوانات الشارع يا جماعة الحيوان المصري يعني على فكرة فيه صفات مميزة كتير جداً 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 وجربوا تأكلوه وجربوا تعتنوا به هتلاقوا أفضل حارس وأفضل صديق بيرحب بيكم وإنتوا جايين داخلين على البيت أو نازلين وبيحمي الشارع وبيعمل جو مش طبيعي ما تعدهوش وحتلاقوا أفضل صديق صحيح وجود الحيوانات الأليفة يعني حوالينا في حياتنا بيعمل نوع كبير من الطاقة الإيجابية والسعادة والطمأنينة هو بيبقى في الأول مسألة تعود بس الحيوانات تربيعها لأنه يسمع الكلام ويتعود على الحاجات اللي أنت عايزوا يعملها وما يبهدلش البيت لأنه ده بيزعج ناس كتير وكمان في الأول ناس كتير ممكن تكونوا أنا كنت من الناس دي متخيلة أنها عندها فوبيا من الحيوانات وبتخاف جداً من الحيوانات ومن وجودها لكن لما حصلوا ربيت قبل كده قطة ودلوقتي كلبه قبل كده كمان بغبغان وجودهم في البيت بيعمل طاقة وحيوية كبيرة جداً جداً لكل أصحاب البيت ومسألة بس أنه ورضو يكون عندنا نوع من المسئولية لأنه تربيع الحيوانات الأليف هي مسئولية فلازم يكون عندك وقت كافي لده لازم يكون فيه رعاية واهتمام لكن في المقابل يعني بيكون بيدي جزء كبير من الحب ومن السعادة للناس اللي موجودين في البيت اللي بيربوا قطة وكلاب يعرفوا الموضوع ده على طول يكونوا في استقبالهم في دخلهم البيت يعني بيكون نوع من الألفة موجود في البيت بسبب وجود الحيوان الأليف ويمكن في كورونا كل الأبحاث التي عملت أثبتت شراء ارتفاع شراء الحيوانات الأليفة جوه البيوت لأنه يمكن الناس كانت قعدة وقتاً أكبر جوه البيوت محتاجة ده كمان بالنسبة للأطفال وجود حيوان الأليف جوه البيت بيعمل عندهم نوع من أنواع المسئولية بشكل كبير بيعمل عندهم نوع من أنواع برضو يعني المشاركة كده والحب في كل شيء فأعتقد أنه يعني اللي ما عندهوش حيوان أليف في البيت خسران كتير ولو أن الناس كتير يمكن ممكن تكون ما عندهاش الوقت الكافل ده ما عندهاش يمكن الإمكانيات المادية لأنه برضو الموضوع محتاج إمكانيات مادية بيزعجها وجود حيوان أليف في البيت لكن خلونا نكون يعني متفقين أن وجود الحيوانات الأليفة في البيت بيعمل نوع كبير من السعادة والطاقة الإجابية لكن عايزين نسمعون حضراتكم أكتر ده سؤالنا هتلاقون موجودة على صفحاتنا فيسبوك وتويتر وإنستجرام منتظرين يا جبات حضراتكم على مدار الحلقة على هذا السؤال وصباح الخير على حضراتكم وصباح الخير يا مصر